سلام الله عليكم أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على قناتكم قصص العالم مع أم المواهب أول خروج إعلامي للصحفي المغربي عبدالسامد ناصر على يوتيوب بعد إعفائه من قناة الجزيرة القطرية من هو منفذ حادث الطعن بفرنسا ولماذا يرفض الكلام؟ تفاصيل هذه العنوين ستجدونها في هذا الفيديو لكن قبل أن نبدأ ندعوكم للضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد منذ أيام اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر استغناء الجزيرة عن مديعها المغربي الذي ظهر على شاشتها لسنوات وعبر الجمهور داخل الوطن وخارجه عن صدمتهم واستنكارهم لهذا القرار المفاجئ والذي اعتبره العديد بالقرار التعسفي خصوصا أن القناة القطرية لم تصدر أي بيان رسمي في هذا الشأن حتى الآن في هذا الصدد أعلن العديد عن تضامنهم مع الصعفي المغربي عبدالصمد وكل بطريقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث انهالت العديد من التغريدات عبر موقع تويتر كلها تندد بمواقع لمديع المغربي يتمتع بالكفاءة المهنية ونبل الأخلاق طوال مسيرته المهنية أضف إلى ذلك السنين الطويلة الغير الهينة التي قضاها في خدمة قناة الجزيرة القطرية بكل إخلاص وأمانة وهو بدوره رفض التعليق على قرار توقيفه من قبل القناة احتراما لقطر التي عاش فيها لمدة 26 سنة ولعلاقته الطيبة مع أصدقائه في القناة وبعد حملة التضامن الواسعة التي أثارها قرار إعفاء عبدالصمد ناصر من قناة الجزيرة في مواقع التواصل وجهات النقابية استضاف الإعلامي الرياضي أسامة عبدالله على قناته الرسمية بيوتيوب صحفي عبدالصمد ناصر والذي تعرض لمعاملة سيئة من قناة الجزيرة القطرية وقامت بإنهاء العقد الذي يربطهما بعد سنوات من العطاء للإعلامي المغربي عبدالصمد ناصر في الفيديو التالي يتحدث ناصر عن تضامن المغاربة معه وكيف حوله هذا التضامن من نفسية إلى أخرى إليكم المشاهد أحمل المؤسسة وزراء قرار غير محسوب من شخص ما في المؤسسة في حقي سامحه الله على كل حال الأيام وبينها والتاريخ وبيننا وسيحكم والناس الآن أصبحت تقريبا تعرف كل التفاصيل أنا أتحصل على السنوات الأخيرة لبردت فيها هذه المشحنات وهذه الحملة الشرسة على المغرب من قبل الأطراف المعادلة التراب الوطنية المغربية أنا حاولت أني أتفادى أدخل في هذا الجدل وفي هذا اللغط قدر ما أستطيع كنت فقط أحاول أن أكتب معطيات عن قضية المغربية وأعرف المشارقة أو غير المطلئين على الخبايا الأمور بوجهة نظر المغربية أنا لم أكن أريد أبدا أن أدخل في هذه الصدمات والمشاحات لولا أنه البعض يدفعك دفعا يا أخي بإساءة إلى رموز المملكة بإساءة إلى الدولة المغربية بإساءة إلى الشعب المغربي أنت أحيانا تكون مضطر إترارا أنك ترد والآن إن شاء الله سأستقر إن شاء الله في المغرب في مدينة الرباط والمغرب كله مقر إقامة طيبة إن شاء الله أنا أعتبر نفسي أني ولله الحمد خرجت من باب الكبير وخرجت الحمد لله كما نقوله مرفوع الرأس وبمرتبة شرف لأن التضامن الذي لقيته من إخوتي المغاربة وأخواتي المغربيات في المغرب وخارج المغرب اسمح لي أن أتوجه بشكر لا حدود له وبحب بلا حدود لإخوتي وأخواتي المغاربية المغاربة الذين تضامنوا معي في هذه الظروف وأبدأ بحبا كبيرا وتعاطفهم تضامن كبيرا وهم على رأسي وعيني كما نقول إحنا المغربية وتضامنهم هو تاج على رأسي ووسام على صدري عبد السامد ناصر يؤكد أن تجربته الميهنية بالجزيرة قد انتهت وسيبدأ مشواره الجديد في بلاده وسط أهله وجمهوره وأبرز أنه يكفيه فخرا موجة التضامن الكبيرة التي تلقاها من داخل المغرب وخارجه معتبرا أنها ستظل وساما على صدره وجاء في تغريدة نشرها يوم الأربعاء كتب فيها قال ابن القيم رحمه الله وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا يؤتيه أفضل منه أنفع له مهاجم سوري كان دخل فرنسا العام الماضي بصفة لاجئ بشكل قانوني بفضل قوانين حرية التنقل الأوروبية بعد أن مضى عشر سنوات في السويد التي منحته حق اللجوء إلى أن تقدم في نوفمبر الماضي بطلب لجوء على الأراضي الفرنسية لكن السلطة المعنية رفضت طلبه الأسبوع الماضي فلم ينتظر سوى أيام قبل أن يفقد السيطرة وينفذ عملية طعن لأفرنسيين التي لا تزال دوافعها غير واضحة فيما لا تزال التساؤلات تحيط بالدوافع التي جعلته يهاجم أطفال أبرياء تم نقل المشتباه به في هجوم الطعن الذي أصفر عن إصابة أربعة أطفال وإثنين من المتقاعدين في مدينة أنسي جنوب شرق فرنسا اليوم السبت من مركز الشرطة المحتجز به ليمثل أمام القضاء إلا أن المعتدي عبد المسيح البالغ من العمر 31 عاما لا يزال يلذ بالصمت ولم يعطي أي تفسير لهجومه وقد أفاد مصدر موثوق أنه يلتزم صمتا تاما مضيفا أن المعتدي خضع لفحوصات وتبين أنه لم يكن تحت تأثير المخدرات أو الكحول عند تنفيذه الطعن وعندما ذكر زوجته وابنته وهتف بإسم يسوع المسيح كما أوضح أنه عثر بحوزته عند توقيفه على السكين التي استخدمها في الاعتداء وعلى شعارين مسيحيين وصليب وأكد المصدر ذاته أن المعتدي الثلاثيني كان متشردا في الفترة الماضية فيما أكد أن الخطر زال عن حياة المصابين الستة وكان وزير الداخلية الفرنسي شدد سابقا على أنه من المهم معرف الدوافع مستبعدا إلى حد ما التضرع بعذر الجنون لا سيما أن الموقوف بدأ خلال التحقيقات شخصا بكامل قواه العقلية وكان هذا الهجوم الذي وقع في مكان عام وفي وضح النهار وأدى إلى إصابة أربعة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر ثلاث سنوات سبب صدمة عميقة في مدينة أنسي الهادئة عادة وسط دهول من إمكانية إقدام أي شخص على قتل أطفال أبرياء بتلك الطريقة نشكركم على حسن المتابعة وإلى فيديو قادم بحول الله ترجمة نانسي قنقر